ولمزيد حول السياق العام الذي تأتي في هذه التوترات معنا الدكتور محمد العمراني بو خبزة المحلل السياسي وعميد كلية الحقوق بتطوان أهلا وسهلا بكم دكتور معنا أهلا بكم كيف تحول الأمر دكتور من نشر صور خاصة حميمية لسيدة إلى مظاهرات عارمة في تندوف هو ربما لها بعدين وبعد خاص بطبيعة وضعية المرأة الصحراوية داخل المجتمع الصحراوي على اعتبار أن لها موقع وضع خاص كذلك هي مرتبطة مسألة الشرف التي كذلك هي محدد أساسي في العلاقات الاجتماعية داخل القبائل الصحراوية دون أن ننسى أن لها بعد سياسي وخاصة أن هناك توالي الكثير من الأخطاء الفادحة التي تقع فيها قيادة البوليساريو وتدفع إلى القيام بمظاهرات احتجاجات وتصل في الكثير من الأحيان إلى حصار عسكري للمخيمات لذلك فهذا التحول هو يأتي في سياق عام تعيشه المخيمات وهو كون أن البوليساريو الآن تجد نفسها في مواجهة متواصلة ومتواترة لأحداث في كثير من الأحيان تعبر عن كون أن هناك فلات حقيقي تعيشه المخيمات بالفعل أننا بحكم طبيعة المخيمات باعتبارها سجن محاصر لا يسمح فيه بخروج المعطيات والمعلومات بشكل كبير الآن أصبحنا نحصل في كل مرة على بعض المعطيات التي تمنح هنا صورة واضحة حول هذا الواقع الذي يعيشها اللاجئون داخل هذه المخيمات ولكن ما يعني أن نستخدم هذا الأسلوب المنحط في النيل من شرف معتقل الآن هو مدون سابق إلا ماذا يرمي كذلك هذا التصرف الأخلاقي البتة في مجتمع المحافظ نعم لأن كما قلنا أنه ممكن أن نتصور أخطاء على المستوى تدبير ملف سياسي في إطار الاعتقالات السياسية عندما يكون نظام مغلق بهذا الشكل صارم حديدي فقد يقع في الكثير من تجاوزات على المستوى تدبير هذا النوع من الملفات ولكن أن يصل الأمر إلى المساس بشرف المرأة الصحراوية هذا يعني أن قيادة البوليزاري وصلت إلى حافة الإفلاس ليس فقط السياسي بل حتى الأخلاقي فعلا كنا نسمع في كثير من المرات عن أن هناك تجارة في البشر أنه يتم اغتصاب القاصرات أنه في الكثير من الأحيان يتم بيع النساء كرقيق في المنطقة ولكن دائما كان هناك بحكم طبيعة المجتمع الصحراوي المحافظ كان دائما هناك حرص من قبل الأسر على أن يكون شرف المرأة خط أحمر إذن فبتالي أعتبر أن بالإضافة إلى الإفلاس السياسي الذي أصبحت تعيشه جبهة البوليزاريو الآن هي أمام إفلاس أخلاقي وعندما يصل تنظيم معين إلى حافة الإفلاس الأخلاقي فهذا ينذر بكونها أنها قادرة على أن ترتكب أخطاء يمكن أن تكون أفدح وأفضع مما تقوم به الآن والدليل على ذلك طرم أن الجزائر الآن كنظام سياسي ربما أنه مرتبط الآن بأجندته الداخلية وبمشاكله التي يحاول ما أمكن أن يدبرها فهو الآن لا يعطيه اهتمام كبير لما يقع حقيقة داخل المخيمات لذلك فممكن أن يكون هناك انفلات أكبر مما هو حاصل الآن بالفعل أن هناك تنصيق والدليل على ذلك أن اعتقال المدونين ثلاث أنه تم بتنصيق مع السلطات الجزائرية وتم تسليمهم إلى السلطات الجزائرية وأن دائما عندما يكون هناك حصر للمخيم يكون دائما بتنصيق مع السلطات الجزائرية ولكن الآن نلاحظ أن الأمور تجاوزت هذا الوضع بشكل كبير وقد يفضي كما قلت إلى ارتكاب أخطاء أكثر فداحة وأكثر فضاعة مما تم ارتكابه بهذه العملية معلمين يظل هذا التزايد المطرد والمتواصل في الاحتجاجات في هذه المخيمات هو ربما بالدرجة الأولى هو الآن هناك اقتناع شبه عام بأن طرحة البوليزاريو لم تعد تقنع ولم تعد قائمة الدليل على ذلك هو أن هناك تقارير أممية هناك تقارير مجموعة من المنظمة المتخصصة فبتلي طالما أن الطرح والحلم الذي رود الجيل الأول للبوليزاريو ربما الآن أصبح متجاوزا متجاوزا بحكم المعطيات وبحكم الواقع كذلك أن الأخطاء المتواترة التي تم ارتكابها من قبل القيادات البوليزاريو وخاصة وجود هذه الهوى السحيقة ما بين القيادة التي تعيش في وضعية مريحة وتعيش في الكثير من الأحيان تتنقل ما بين كبريات العواصم العالمية بدعم من الجزائر للأسف الشديد وما بين عامة اللاجئين في المخيمات الذين يعيشون في حالة عوز حقيقي وفي حالة خصاص كبرى هذا التفاوت يدفع بالضرورة إلى وجود احتقان اجتماعي دون أن ننسى أن الكثير من الدول التي كانت تدعم وتمول الآن تراجعت بشكل كبير وهذا الوضع ربما في شموليته يجعل أن استمرار نظام من هذا الشكل داخل المخيمات لا يستطيع أن يستمر في فرض موقفه وفي فرض تصوره بالحديد دون أن ننسى أن الآن من الصعوبة بمكان أن نبقي على نفس الوضعية السابقة التي كانت فيها المعطيات لا تليج إلى المخيمات وأنه ليست هناك معطيات تخرج من المخيمات الآن هناك إمكانية تداول كثير من المعطيات هذا يجعل كذلك المجتمع الدولي أمام فسؤوليته لا يمكن أن يدعي أنه لا يعرف ماذا يحدث هناك الأمور واضحة تماما الصور واضحة والحقائق التي وصلت إلى مستوى هذا التدني من الأخلاق واضحة وضوحا بينا كذلك دكتور هنا ربما تساءل وحتى في بعض الأحيان أجد صعوبة في فهم ردة فعل المجتمع الدولي حول بعض التجاوزات التي توالت بشكل متكرر لا يوجد حتى رد فعل بل أكثر من ذلك لأن ربما وكأن الحسابات الجيوستراتيجية وطبيعة الأنظمة السياسية في الدول الغربية التي تعتمد بشكل كبير على موقف المواطن أكثر من موقف من اعتماده على قراءة موضوعية للعلاقات الدولية فهذا ربما يطلح تساول ربما من الأمور التي لاحظنا كيف أنه لم يكن هناك رد فعل قوي هناك تهريب للمساعدات الدولية كان تقرير واضح بالنسبة للاتحاد الأوروبي لم نلاحظ أن هناك رد فعل قوي حول هذا التقرير هناك تقارير مرتبطة بالدور الحالي لجبهة بوليزاريو في مجال تجارب البشر والمخدرات والأسلحة والمساهمة القوية في النساء بشكل كبير والمتاجرة في الأولاد الأطفال كذلك هناك تجارب الأطفال هو واضح والآن هناك تجارة مربحة بشكل كبير ويعلمها الجميع في تجارب الأطفال في إسبانيا هناك ما يسمى بقضاء فترة الصيف من قبل أطفال المخيمة في إسبانيا يكون بمقابل وليس من باب الإحسان ومن باب العمل الإنساني هناك مقابل وهناك أسر إسبانيا كثيرة تعاني من ابتزاز فبتالي هذا الأمر نلاحظ صراحة باستغراب كبير لما المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا أمام هذه التجاوزات الكثيرة والفضيعة والفضيعة جدا والآن لا يدعي أنه لا يعرف كذلك لا يمكن الآن شكرا لكم جزيلا دكتور محمد عمداني بخبزة على كل هذه التوضيحات